أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتشكيل لجنة أبو ظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد النهيان وتعنى اللجنة بوضع ومتابعة التوجه الاستراتيجي العام للشؤون التنموية والخدمية والمالية بما يحقق الريادة والكفاءة للإمارة كما أصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان